قال وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش أن الحكومة انخرطت بقناعة رسخة لمناقشة مشروع مقترح الإعلان المشترك المقدم من المبعوث الخاص للأمين العام مارتين جريفث وتعاملت معه بإيجابية وأكد بجاش أن ميليشيات الحوثي استمرت بممارسة التعنت المماطلة وعرقلة الجهود الأممية بوضع شروط تعجزية جديدة على مسودة ذلك الإعلان وأنها تمارس التعنت والمماطلة لعرقلة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وقبل يومين أعلنت الأمم المتحدة تلقيها بلغا من الحوثي يفيد بموافقته على وصول الخبراء الدوليين إلى نقلة صافر اشتركوا في القناة